موسيقى مشاهدي هنا تلفزيون النصر 24 في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده الوقت اللي نقدم لكم فقا اللا نشرة اللا دارية موسيقى يارا اللا كان قاما فقا اللا رئيس اللا جمهورية رئيس اللا فترة اللا انتخالية اللا مرة اللا كان ماشا في مدينة موسورو كل مدينة اياما تتميز بها عن غيرها بحدث استثنائي يدون في سجل تاريخها فليس من باب الصدفة ولا من قبيل المبالغة إذا قلنا إن حدث اليوم لا شك سيظل مطبوعا في أذهان أبناء وبنات بحر الغزال الذين أثبتوا أنهم قادرون على تجاوز الخلافات السياسية التي لا تخدم مصلحة الولاية بقدر ما تؤخر تنميتها الأمر الذي أدى بأبناء الولاية إلى تبني الوحدة المقدسة التي طالما انتظروها للم الشمل وتوحيد الصف حيث انشرحت صدورهم بقدوم رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس دابي إتنو إلى الولاية على غرار ولايات البلاد الأخرى المدرجة في جولته الوطنية فاصطفاف السكان عن بكرة أبيهم على امتداد الطريق الرئيسي وحتى المطار لخير شاهد على ابتهاجهم وفرحتهم العارمة بهذه الزيارة ولدى هبوط المروحية التي تقل رئيس الجمهورية والوفد المرافق له كان على مقدمة المستقبلين حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال لوم إناسو لينا وعضو حكومة الوحدة الوطنية أبكار روزي تاقيل وقائد منطقة الدفاع العسكرية رقم أربعة بالإضافة إلى عمدة المدينة عيسى عبد الرحمن تونغولي وكالعادة منحت فتاتان رئيس الجمهورية حمامتين لإطلاقهما على الفضاء رمزا للسلام والتعايش السلمي ومن ثم استعرض رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس دبي إتنو الوحدات العسكرية وصافح طابور المستقبلين من كوادر وأبناء المنطقة بمختلف رتبهم لا يختلف اثنان في أن سكان الولاية قد أعدوا لرئيس الجمهورية استقبالا بالغ الحفاوة والحررة حيث إن حجم التعبئة كان على مستوى عال جدا ويرافق رئيس الجمهورية في جولته الوطنية وفد رفيع المستوى من مستشارين فنيين ومعاونه بالمكتب المدني ويعلق سكان ولاية بحر الغزالي آمالا عريضة على هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس الفترة الانتقالية منذ توليه سدة الحكم حيث تفتقل الولاية إلى البنى التحتية بشتى أنواعها إلى جانب الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب بينما يشكل الزحف الصحراوي البطالة ونزوح الشباب من الريف إلى المدن تحديات كبيرة أخرى ومن المتوقع أن تحظى هذه المشاكل التي تعاني منها المنطقة إلى الأخذ بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهورية في اللقاء الذي سيجمعه بالقوى الحية للولاية في غضون الساعات القادمة في زيارة هذا الخامس كمان كان مشافياتي البطالة كان نصوى لقاء مع القوى الحية لقاء التي تخص القضايا التنمية للمنطقة نتابع دائما التفاصيل المزموعة هدف الجولة الداخلية لرئيس الجمهورية الفريق أول محمد ديريس ديبيتنو التي شملت عددا من ولايات البلاد إلى الوقوف عن كثب على حقائق هذه الولايات والتبادل مع السلطات والقيادات المحلية وكوادر المنطقة والفعاليات الشبابية والنسائية بشكل مباشر من أجل تلبية احتياجات المنطقة والاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين لذلك كانت جميع الفعاليات في ولاية البطحة حاضرة في هذا اللقاء الذي يرى فيه أبناء الولاية فرصة لطرح كل ما يشغلهم ويهم تنمية وتطوير الولاية وقد تميز اللقاء بخطابين الأول ترحيبي قدمه حاكم ولاية البطحة الجنرال جيمتا بندرغون الذي عبر باسم سكان الولاية عن ساعدته بهذه الزيارة التاريخية وأشاد بجهود رئيس الجمهورية في قيادة المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية بنجاح وبسط الأمن في جميع ربوع البلاد كما قدم عددا من المطالب قال إنها ذات أولوية من أجل تطوير وتنمية الولاية رئيس الجمهورية تناول في خطابه رؤية فخامته لفتح حوار بناء ودائم بينه وبين جميع المواطنين من أجل تبني رؤية مشتركة حول إعادة بناء شادة وأذكر الحاضرين أن البلاد تمر بفترة انتقالية يعتمد نجاحها على مساهمة الجميع مشيرا إلى أن الحوار الوطني الشامل والسيدي خرج بقرارات وتوصيات في مقدمتها تنظيم استفتاء على الدستور وتنظيم انتخابات عامة للعودة إلى النظام الدستوري مؤكدا أن التنفيذ الفعال لهذه التوصيات سيعيد البلاد إلى المسار الصحيح وسيعزز الاستقرار السياسي ويضمن بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لتطلعة جميع المواطنين وإعادة تأكيد الالتزام بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبالحديث عن التحديات المختلفة التي تشهدها الولاية حث رئيس الجمهورية على ضرورة العمل المشترك للتغلب على هذه التحديات والحفاظ على السلام ووحدة البلاد ففيما يتعلق بالنزاعات والخلافات بين المجتمعات في المناطق الحضرية والرفية دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة حلها من جذورها وفي هذا الشأن فقد صدرت تعليمات للحكام وجميع المسؤولين الإداريين لضمان احترام سلطة الدولة والعمل مع الزعماء التقليديين للحد من هذه الظاهرة كما تناول فخامته ظاهرة الهجرة السرية لشباب الولاية إلى ليبيا والسودان وانخراطهم في الحركات المسلحة المختلفة واناشد بضرورة مواجهة ومعالجة هذه الظاهرة التي وصفها بالخطيرة وفي رده على مطالب سكان الولاية قال إن الحكومة تعمل من أجل استكمال أعمال بناء الطريق أنجورا أنجمين بلالة آتية بالإضافة إلى رصف عشر كيلومتر داخل مدينة آتية وأشار إلى أن التعليمات صدرت للعمل بشكل عاجل لإنهاء معاناة سكان كنجورو بخصوص صعوبة الوصول إلى الجسر أما بناء طريق آتية أم حجر فإن المفاوضات جارية مع الشركاء بعد انتهاء الدراسة وسيتم توقيع اتفاقية التمويل والبدء في العمل في مطلع العام الفين واربعة وعشرين الصحة التعليم المياه الطاقة التعدين الثروة الحيوانية الزراعة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب قال رئيس الجمهورية كلها قضايا ستأخذ بعين الاعتبار من أجل تحقيق تنمية متكاملة وحقيقية إن تنمية ولاية البطحة عملية تتطلب تنسيقا جماعيا لذلك حث رئيس الجمهورية بنات وأبناء الولاية على العمل في إطار من السلام والتفاهم وإزالة كافة العقبات التي تعيق تنمية الولاية تحية الوطنية لترخيطة الأمن أيا لأنا بي كان انتلقى الحملة حانال التوئية حول الجميع المعلومات المتعلقة بقلقة فرص الأمن لألل شباب تفاصيل في تخرج حانال التوئية حول الجميع المعلومات المتعلقة بقلقة فرص الأمن لأشباب ودكما كان بغدور حانال الرجال حانال المؤسسات والركرتير دول في الوكي دكما كان حجا الموجير حانال حيالوطنية سيدك إبراهيم مديكو حجا بلا هداف اللا كان غمت فغا الحيالوطنية لترخيطة الأمن ونذكر اللا حملة دي كمانا تواصل لخيط 20 يوم بارد من يوم 15 وتكمل يوم 5 جوان ودو كل من أجل البناء المستقبل للشباب نشكركم كتير وشفين قولتيا لنصور نخليكم كمان تابو متواصلين وباقي برنامجانات تلفزيون نصفات تابو تحفيل اللا كانت